كلكم بتعرفوا حالات المادة الرئيسية واللي هي الحالة الصلبة الحالة السائلة والحالة الغازية وزي ما احنا منعرف انه المواد الموجودة حولنا هي عبارة عن مواد كيميائية يعني في بتركيبها ذرات وعناصر مرتبطة فيما بينها بروابط كيميائية وكلنا منعرف الروابط الكيميائية اللي هم الرابطة الآيونية الرابطة الكساهمية والرابطة الفلزية اما بالنسبة للرابطة الآيونية يعني لما بتحدث عن مركب آيوني مباشرة بعرف انه يوجد في الحالة الصلبة وما اني بتحدث عن مركب آيوني هذا المركب دائما درجة انصهاره ودرجة غليانه بتكون مرتفعة جدا ليه؟ لانه احنا منكون بحاجة الى طاقة كتير كبيرة لكسر قوة تجاذب ما بين الآيوني الموجب والآيوني السالب المكون لهذه الرابطة واذا منتحدث عن الشكل الفراغي للمركبات الآيونية معناته عم نحكي عن الشبكة البلورية او المعروف بالبلورة وفيه خصائص اخرى كتيرة بتميز فيها المركبات الآيونية ولو انتقلنا للمركب التساهمي هالمركب التساهمي موجود بثلاث حالات في الطبيعة يعني ممكن نلاقيه في الحالة الصلبة ممكن نلاقيه في الحالة السائلة او ممكن نلاقيه في الحالة الغازية ومعظم المركبات التشاركية تمتلك درجة غليان وانصهار منخفضة ليه؟ لانه قوة التجاذب في المركبات التساهمية مش بقوة قوة التجاذب اللي بتكون ما بين الآيوني الموجب والآيوني السالب في المركب الآيوني اما بالنسبه للشكل الفراغي للمركبات التشاركية حتى نقدر نحكي عنه لازم نتعرف على اللي هو مفهوم لويس واللي رح نحكي عنه المرة الجاي ان شاء الله